أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد لازلنا معكم نتابع هذه التواطية الخاصة والمفصلة من معرض مصر الدولي للطيران والفضاء نحن الآن في الجانب المخصص للعرضين والشركات المشاركة ويسعدنا أن نلتقي الآن مع السيدة ناتالي باكوس مسؤولة عن التواصل الدفاعي بشركة داسو للتواصل بتأكيد تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها عن مشاركة داسو للطيران هنا في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء نشكرك ناتالي لتواجدك معنا أود أن أعرف المزيد عن مشاركة سودافيشن هذه الشركة في المعرض المصري الدولي اليوم لخمسين سنة كنا نحتفل بالذكرى السنوية لشركتنا مع مصر والقوات القوية المصرية وكنا دائما نشارك في مؤتمر أديكس أو معرض أديكس منذ أن أنشأ اليوم نحن في العالمين ونحن معجبون بالمعرض أود أن أتعرف على الخدمات التي توفرها أسو أفييشن نحن لعبون جيدين في المجال القوي ولدينا خبرة طويلة في تكامل الأنظمة الخاصة بالطيران المدني والطائرات النفاثة فالكن ورفال أيضا هذه الطائرات المقاتلة وأثبتنا نجاحنا عبر العديد من السنوات كيف كانت تفعلكم في جناحكم هنا منذ اليوم الأول؟ إنه مذهل وقد كانت هناك الكثير من العروض وساعدنا وتشارفنا بحضور الرئيس اليوم ونصعد كثيرا بتواجدنا هنا أخيرا كم تكون أهمية العلاقة بين أرسو أفييشن ومصر؟ العلاقة استراتيجية ومصر كانت أول شخص من الأشخاص الذين نصدر لهم الرفال في عام 2016 وهي الشريك مهم إلا أنا وموثوق به أيضا أشكرك شكرا جزيلا يا ناتالي شكرا لكم وبالتأكيد نواصل هذه التغطية معكم على شاشة أكسترينيوز